السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مسألة العنف ضد النساء كلكم تابعتم ان العالم والمنتظم الدولي في هذه الايام من اواخر شهر نوانبر يخلد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهي فرصة لتجديد الدعوة للحث على النهوض بوضعية المرأة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المغرب كواحد من بين دول العالم هو الارض اخر يخلد هذه الذكرى وهذا الحدث والسبب في كون الاحتفال او الاحياء لهذا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء هو يعود الى سنة 1960 كانت هناك وقفة احتجاجية لمجموعة من النساء ناشطات سياسيات في امريكا اللاتينية خرجنا يطلبنا حقوقهن ولكن السلطات تعاملت معهم بعنف شديد وتمت عملية اغثيال وحشية راح ضحيتها اعداد كبيرة من هؤلاء النساء ومن تم المنتظم الدولي تعاطف مع هؤلاء الضحايا وتم اختيار هذا اليوم كيوم لمكافحة العنف ضد المرأة وطبعا الامم المتحدة اعتبرت هذا اليوم يوما امميا الغاية منه ان نقف كل سنة على وضعية النساء في العالم خصوصا في القرى وفي المدن الفقيرة وننظر هل المرأة تنعم بالحرية هل تنعم بالحقوق ام لا تزال ضحية للأسرة وللمجتمع العنف ضد النساء هو يعتبر احد مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في عالمنا اليوم لان المرأة اذا كانت في حياتها مطمئنة وكانت الفتاة سعيدة هذا سوف ينعكس على الاسرة وعلى العائلة وعلى المجتمع وكلما كانت المرأة والفتيات والنساء عموما يعانين من الحيف والظلم فهذا ايضا سوف يفرز لنا مظاهر مجتمعية غريبة جدا والغريب في الامر ان الظلم على المرأة هو كثير ومتعدد ويسمى باللعاهة المسكوت عنها الناس يخشون الكلام عنه لانه يتم في نوع من السرية قد يظهر العنف ربما في الاسرة فالوالد قد يكون قويا وقد يكون شديد الطباع فقد يضرب وقد يسب ويشتم ويحقر هذه المرأة او هذه الفتاة ويسبب لها الاساءة النفسية وقد يضربها ضربا مبرحا ثم قد تكون المرأة ايضا تعاني في اطار العلاقة الزوجية ربما عانت الكثير مع والدها الوالد الذي كان عصبيا وكان مزاجيا عنفها كثيرا وحينما تزوجت وسلمها لانسان اخر ربما قد يكون ايضا فيه نوع من العنف وقد يعاملها باشكال مختلفة من انواع العنف ابسطها التحقير انه يحقرها او انه قد يشتمها ويسبها وقد يتعامل معها باشياء اخرى هناك نساء اذا سمعت لهنا تقول لك انها تعرض لانواع غريبة من العنف في الصغر كانت تتعرض للمضايقات وفي المراهقة تعرض للتحرش وعند الزواج تزوجت قصريا وحينما انتقلت من بيت الوالد الى بيت الزوج كان الزوج ربما يتعامل معها بمعاملات اخرى كالمنع من الخروج من البيت والشك والغيرة الزائدة واذا اردت ان تأخذ حريتها وتتكلم في الهاتف ويكون لها زيارة للمواقع التواصل تتعرض حتى لما يسمى بالمضايقات الالكترونية هناك مضايقات ومكالمات وغيرها تشعر هذه المرأة بانها غير مرتاحة في عالم القوي يتسلط على الضعيف والاقوى يتسلط على الاضعف وكأنه عنف مستمد من عنف اكبر الناس عادة يتطلعون الى عالم يسوده العدل تسوده المساوات وتسوده المحبة لان العالم يتكون من رجال ونساء وقد خلقهم الخالق عز وجل ليكمل بعضهم بعضا ولكي يكونوا حياة مستقرة يعيشون في مأمن من الخوف ومن العنف وبعيدين كل البعد عن مظاهر العنف الجسدي وحتى العنف المعنوي وأشكاله كثير وكثير جدا بعض النساء مع مرور الزمن إذا استمعت إليهن تجد بأن في صدورهن جروح وأحزان وآهات منذ الطفولة تشعر بأن تعرض العنف من أخيها الصغير أو أخيها الأكبر من والدها من عمها من من زوجها وحتى هناك من تعاني العنف من أولادها هناك أمهات يعانون العنف من الأولاد أنهم مبتلون بالمخدرات أو بسلوكات منحرفة وكل صباح يضرب أمه ويطالبها بأن تعطيه قدرا من المال لقضاء حوائجه عنف كثير أشكال وألوان مختلفات حتى هناك النساء المتقفات والموظفات قد يتعرضن أيضا لما يسمى بالعنف الاقتصادي إما أنها يتم السيطرة على دخلها وراتبها الشهري وإما أن تمنع من العمل أو تعطى لها فرصة للعمل ولتحصيل دخل شخصي أشكال كثيرة ومتعددة لأنواع العنف وربما أن هذا الرجل الذي يعنف هو أيضا معنف لأن الأشياء تعرف بأرضادها لو كان هذا الرجل كان أيضا على وضع سليم وكان متصالح مع نفسه ومتصالح مع محيطه ومتصالح مع الكون من حوله ما كان له أن يعنف هذه المرأة هذا الرجل أيضا نفسه حالة مرضية تتطلب علاجا مستمرا العنف حينما ينتشر بين الأزواج وبين أفراد الأسر يترتب عليه الكثير من النتائج السلبية فالعلاقة بين الأزواج عوض أن تكون العلاقة مودة ورحمة وألفة تصير صراع وتصير عداوة وبغضاء وأيضا على مستوى الوسط العائلي فالوسط العائلي عوض أن يكون مؤتلفا متحابا سعيدا بهذا التجمع يصبح هذا التجمع قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أي وقت كذلك على مستوى الفضاءات العامة في الشوارع وفي المنتجعات قد نجد السلوكات منحرفة تحرش واعتداء وواواء ظواهر كثيرة ومختلفة وأيضا داخل الشركات والتعاونيات التي تضم أعداد كبير من النساء التي خرجنا لطلب لقمة العيش قد تجد هناك أنواع من العنف وأنواع من المضيقات والدراسات بيّنت بأن هذا العنف هو منتشر في ميادين متعددة ليس هناك فرق بين المدن والبوادي حتى المدن يعني فيها مكل حضارة وتمد هي أيضا فيها أنواع خاصة من العنف ضد النساء والبوادي حدت ولا حرج فالمرأة تمنع من التعليم وتمنع من الدراسة وتزوج مبكراً وقصرياً بعض الأحيان وليس لها الحرية في أن تتخذ أي نشاط أو تعبر عن رأيها في بعض الأوساط لهذا كل ما حلت هذه المناسبة إلا ويجتمع أعداد من الجمعيات والمنظمات يحاولون على قدر الإمكان التحسيس بهذه الوضعية لكي نعمل سوياً للتقليل من المضايقات والعنف ضد النساء التوعية أيضاً بالمخاطر المترتبة عن هذه السلوكات المنحرفة وأيضاً تقديم مقاربات تجمع ما بينه تربوي وقانوني واجتماعي ونفسي الغاية منه هو التوعية لكن نريد أيها الأحباب الكرام أن نؤكد بأن الدراسات التربوية والقانونية والاجتماعية والنفسية وغيرها كثيرة ومتعددة ودات الشجون نحن المغاربة باعتبارنا شعباً مسلم بامتياز يكفينا أننا نقتلع من قلوبنا وجدورنا هذه الآفة المسمات بالعنف ضد النساء فالمجتمع الذي يحكمه الدين وتحكمه التربية الإسلامية الصحيحة الوسطية المعتدلة لا يمكن بتاتاً أن يمد يده إلى على مرأة ولا أن يسبها بلسانه ولا أن يحضق فيها بعينيه لأن التربية الدينية السليمة والمستقيمة تجعل من الرجل ينظر إلى المرأة بكامل الاحترام والتقدير هذا ما علمنا هيه ديننا الإسلامي الحنيف فقد كرم المرأة وشرفها وبوأها المنزل الكبرى سواء كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو بنتاً ربنا عز وجل حرم تحريماً مغلضاً تعنيف هذه المرأة أو إدايتها وهو يقول جل جلاله كل من يؤدي المؤمنين والمؤمنات العنف كما يكون على النساء قد يكون على الرجال فهناك رجال أيضاً معنفين هذا توعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من يؤدي الآخرين ويعنفهم وينال من سمعتهم حتى ولو كان هو أقوى من القانون أو كانت له حماية ضد القانون لكن مالك الملك صاحب الأمر يسجل له أعماله وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا وفي العلاقة الزوجية ربنا عز وجل أخبر بأنه إذا كانت العلاقة متوترة واستحالت العشرة ربنا شرع الطلق وقال لنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني إما وإما أن الرجل يصبر على المرأة والمرأة تصبر على زوجها فيعيشون في سلام إمساك بمعروف يعني بما هو متعارف عليه بين الناس أو تسريح بإحسان يعني يقع طلاق ولكن بإحسان ليس بعنف ولا بغضب ولا بانتقام يعطيها حقها ومستحقها بكل أدب وكل احترام ديننا الإسلامي غزير ومليء بالمعلومات التي إذا تدرسناها وإياكم أيها الأحباب الكرام لن نكون في حاجة إلى أي جهة معينة تعلمنا كيف نتعامل مع الزوجات ومع البنات ومع الأخوات ومع الأمهات سوف نتعامل معهن معاملة طيبة فيها المودة وفيها الرحمة وفيها العطاء وفيها الكرم نكتفي بحديث نبوي شريف يختزل كل هذا الكلام شاب كان يحب النساء وكان يرغب في الحرية الفرضية والحرية الشخصية ويفعل له ما يحلو له يفعل ما يحلو له كما هو الآن حال بعض الشباب يتمنى أن يكون منفلتا من القانون وأن تكون هناك الإباحة الموسعة ويفعل ما يشاء هذا الشاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله الصحابة رضي الله عنهم شاب وسيم أنيق معجب بشبابه يحب الحياة يريد أن يستمتع بها ويريد أن يقطف الفتيات الجميلات يعبت بهن ثم يرميهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا نبي الله ائذلي بالزنا ائذلي بالزنا يعني يريد العلاقة الشخصية الحرة العاطفية النسو لما نظروا إليه شعروا بالانزعاج وزجروه قالوا له ما تقول النبي نبي الرحمة لم يزجره وإنما قال له أيها الشاب ادن مني قريبا تعال اقترب مني فتقدم الشاب فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحاوره قال هذا الأمر الذي تطلب أن أعطيك الإذن فيه ائذلي بالزنا قال اتحبه لأمك اتحب أن أمك تتعرض لمثل هذا السلوك الشاب لما قلبها في رأسه قال لا والله جعلني الله في ذلك يا رسل الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لا تحبه لأمك وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ثم قال له أتحبه لابنتك أنت تتزوج يقول لك بني هل ترضى أن ابنتك يفعل بها كذا وكذا قال لا والله يا رسل الله جعلني الله في ذلك قال وكذلك الناس لا يحبونه لبنتهم فقاله أتحبه لأختك قال لا والله لا أحب لأختي قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخوتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لعمتك فقال لا والله جعلني الله في ذلك لا أحب لعمتي قال وكذلك الناس لا يحبونه لعمتهم ثم قال أتحبه لخالتك قال لا جعلنا الله في ذلك رسول الله قال ولا الناس يحبونه لخالتهم وبدأ النبي الكريم يذكر له جميع النسوة المحاطة بحياته كل هؤلاء النسوة ينبغي أن يكون لهم الاحترام والتقدير والتبجيل وعدم بخص حقوقهم فلما انتهى النبي الكريم من الحوار مدى صنع وضع يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلما قال هذا الكلام هذا الشاب قال شعرت بأن تلك الرغبة الفوارة التي في صدري انطفأت وكأن الله تعالى دواه وعالجه بدعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه قال الشاب والله ما قمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الا واكره شيء في قلل قلبي هو هذا الزنا ابتعد عنه ابتعادا كليا هذا نموذج للتربية والتوجيه تصور ان انسان تربى على هذه القيم النبوية السليمة هل تظنه انه يسيء للمرأة اما او زوجة او اختا او بنتا او عمة او خالة فهو ينظر الى كل نساء العالم هم مسؤولات منه وعليه ان يحترمهن ويقدرهن وخصوصا الزوجة لان معظم النزاع يقع بين المرأة وزوجها ومن ثم يكون العلاقة مبنية على المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة نريد ايها الاحب الكرام من خلال حلقة هذا اليوم ان نناقش وانياكم بعض مظاهر العنف ضد النساء في مجتمعاتنا من السبب هل الرجل ام الفقر ام الوضع الاجتماعي ام الجهل ام وسائل الاعلام ام جهات اخرى تؤلب هؤلاء على هؤلاء يبدو بان المسألة متشابكة والناس لهم وجهات نظر مختلفات لكن الشيء لم اتفق عليه وهي ان المرأة هي كائن لطيف خلقه الله تعالى لننظر اليه بكامل الاحترام وبكامل التقدير وان لا نبغسه حقه وان كان لابد من تمييز فليكن التمييز الايجابي للنساء بان يعطون حقهن وزياده ويكون لهن الاحترام والتقدير وصدق نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم صلى الله على سيدنا محمد